أهلا بكم جديد إلى دائرة شرق كشفت وزارة الدفاع الأمريكية أنها بحاجة إلى موصفته بوجود ذي مصداقية قتالية في بحر الصين الجنوبي الذي يمثل جزءا مهما من المحيط الهادي البنتاجون قال إن الهدف من ذلك هو ردع العدوان الصيني لافتا إلى أنه سيتطلب من أستراليا المساهمة لتحقيق ذلك وفقا لوسائل إعلام أمريكية فإن البنتاجون أشار إلى وجود توصيات رئيسية بخصوص إنشاء قوة بحرية دائمة لنشرها غرب المحيط الهادي في العموم فإن هذه الخطة الأمريكية تشمل إيجادة طرق لضمان الوصول إلى المطارات والموانئ والمرافق الأخرى اللازمة لدعم هذه الجهود والعمليات الأخرى في المستقبل وتشبه الخطة الدفاعية الأمريكية مبادرة الدفاع الأوروبية التي تم إنشاؤها لردع العدوان الروسي في أعقاب غزو الكريملين وضم منطقة القرم الأوكرانية لاحقا عام 2014 وكان وزير الدفاع الأمريكي قد أبلغ أعداء مجلس سيوخ الشهر الماضي بأن الصين هي الأولوية القصوى وتعهد بنشر استراتيجية دفاع وطني جديد في عام 2022 إلى ذلك تشهد العلاقات بين واشنطن وبيكين طبعا توترات شديدة حول عدد من القضايا بينها كورونا، التجارة، التسلح، وملفات حقوق الإنسان لنا تعرف بداية على محتاط التوتر بين واشنطن وبيكين في بحر الصين الجنوبي في بحر الصين الجنوبي هناك استراع أمريكي صيني يشتد ففي مايو عام 2019 كان انذار بالتوتر بين الطرفين بعد إبحار سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي قرب جزيرة سبارتلي المتنازع عليها في إجراء اعتبرته بكين تحدياً ضمن منطقة تعتبرها تابعة لنفوذها تحركات واشنطن العسكرية تكثفت عام 2020 ففي شهر يوليو وأثناء الاحتفال بعيد الاستقلال الأمريكي أجرت حاملات طائرات أمريكيتان مناورات عسكرية في بحر الصين الجنوبي كجزء من التزامها بالدفاع عن حق جميع الدول في الطيران والإبحار والعمل كما قالت فيما اعتبرت الصين جميع هذه الأنشطة استفزازية جاء الشهر التالي وأرسلت واشنطن مدمرتها الصاروخية يؤس اس موستن للمساهمة في تنفيذ مهمة حرية الملاحة في مضيق تايوان وهي بالمناسبة سابع سفينة أمريكية تبحر في هذا العام عبر المضيق أما شهر أكتوبر من العام نفسه فكان موعد إرسال واشنطن زوارق دورية لخفر السواحل في المحيط الهادئ لمواجهة متصفه بأنشطة الصين التي تزعزع استقرار مناطق صيد السمك المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي وهذه عملية وصفتها بكين بالتجاوز مع قدوم بايدن استمر الخلاف على حاله لكن بطريقة أخرى ففي شهر فبراير من العام الجاري أعلنت الصين أن بحريتها أمرت سفينة حربية أمريكية بمغادرة منطقة متنازع عليها في بحر الصين كونها دخلت من دون إذن بكين فيما نفت واشنطن هذا الإجراء جملة وتفصيلا في محاور نقاشنا نسأل هل تقوم الصين باجتياح كاملا لتايوان وهل يكون الصدام بين قوات الولايات المتحدة والصين شاملا أم محصورا هل تكون تايوان هي شرارة النار نسأل هذه الأسئلة لضيفي هذا سيد بيتر هامفري الدبلوماسية الأمريكية السابق والخبير في شؤون الأسيوية من واشنطن أهلا بك سيد هامفري معنا في دائرة الشرق هل هناك بالفعل توقع واحتمالات عالية مقبل الولايات المتحدة الأمريكية بأن تقوم الصين باجتياح تايوان ولذلك يتم تحضير الأسطول البحري الأمريكي لهجوم مفاجئ أم هي رسالة استباقية تحذيرية حتى لا تقوم الصين بهذه الخطوة بالطبع أن الصين تعلم والعالم يعلم أن ذلك لن يكون بمصلحة الطرفين ولكن في حال غزو لتايوان ربما هذا سيكون صعبا من الإخفاء وسنرى أيضا هذه السفن وهذه القوات البحرية التي ستنشر في بعض المواقع المحددة من أجل التحضر لهجوم إذن إن مبدأ المفاجأة غير موجود في هذا السيناريو نحن سنتوقع وسنستبق ذلك في حال حدوثه وإن العالم وبلدان العالم بأغلبيتها ستتصدى لهذه المسألة مع الدبلوماسيين ضد الصين إلى آخره وعلى سبيل المثال لدينا ما جرى في روسيا مع ما جرى أيضا في الحدود الأوكرانية حيث احتشدت القوات الروسية وأيضا تصدت لقوات المعارضة الأوكرانية لا أظن أن ذلك سيحدث لأنه إذا ما تم عبور هذه الحدود هناك هذه القوات التي ستتصادم وكل الأمور ستتغير وسيكون هناك عقوبات كثيرة تنهمر على الروس ويكون هناك العلاقات التي تقطع إلى آخرها ولكن العديد من القوات الروسية ستعود إلى المحطات الاعتيادية بالابتعاد عن الحدود هذا ما ينطبق أيضا على الصين إذا ما قامت الصين باستخدام الصواريخ من أجل الهجوم وليس فقط من القوات البرية هذه السياسة ربما لن تكون صائبة 100% وفي هذه الحالة سننتظر ذلك المسألة الكبيرة الآن تتمثل في الواقع أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقل بشكل رسمي أننا سندافع عن تايوان الولايات المتحدة الأمريكية تترك ذلك لما تسميها الإمكانية الاستراتيجية تقول أننا سنترك للصين أن تخمن الوضع وربما ستخافوا الصين بشكل إضافي إذا ما أخفينا عنهم دعمنا لتايوان وهناك أيضا مستويات عدة لدعم تايوان يمكن دعم تايوان بشكل علني ويمكن دعم تايوان أيضا بشكل جزئي يمكن دعم تايوان بشكل سري وأيضا يمكننا أن نقول أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست متحمسة بهذا القدر من أجل أن تتحدث وتتحدث وتتحدث إذن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تقرر ذلك الآن أي صيغة ستعتمدها من أجل دعم تايوان ومن أجل أن نلتزم إلى جانب تايوان طيب برأيك ما هي أفضل صيغة من الذي ترحتهم سيد هانفري ولماذا؟ سأمت من الغموض الاستراتيجي لأنه أظن أن هناك فرص إضافية تمنح للدمار في هذه الحالة أو بشكل أساسي يجب أن نعلم تايوان أننا سنكون إلى جانبهم بشكل سري بشكل علني ولكن لا يجب إحراج الصين في الوقت عينه ولكن يجب أن نقول تايوان سنكون إلى جانبكم وسنبيعكم المعدات أفضل المعدات التي لدينا وفي الوقت المحدد إذا ما كان هناك 200 سفين مع ألاف العسكر الصينيين يأتون إليكم من خلال مضيق أو خليج تايوان سنبعث بقواتنا وأيضا بغوصاتنا ومعداتنا ولكن هذا ما إذا وصلت الأمور إلى هذا الحد يجب أن نوقفها وهناك أيضا حاملات القوات يجب أن تكون جاهزة في خليج تايوان بشكل كافي ومبشكل كبير وإذا ما خسرت الصين نصف سفنها سينتهي الأمر وهناك أيضا تفكير ثاني يتمثل في هذه المشكلة تايوان تفتقر للدفاع المدني سنتذكر الحرب الباردة كل مثلا شخص في سويسرا كان لديه بندقية في بيته وهناك الأشخاص السويسريون الذين عارفوا كيفية استخدام الراديو وتفكيك الشفرات الخطية إلى آخرها إن تايوان تفتقر لكل هذه الإمكانيات وهذا منذ أربعين عاما تايوان يجب أن تستثمر تثمارا كبيرا في الدفاع المدني في حال وصول الصين إلى هذه الشواطئة الطيوانية وفي حال ودوا أن يدخلوا ويتوغلوا سيكون في وجههم من المدنيون أيضا وأيضا سيكون هذه الرسالة التي ستبعث هناك القوات العسكرية الصينية التي ستكون متواغلة ولكن تايوان لن تخسر في هذه الحالة ولكن المشكلة الكبيرة في تايوان الآن تتمثل في أنها تفكر أو تظن أنها يمكنها أن تتصدى للغزو الصيني أو على الشواطئ أو في البحر إذا ما أرادت الصين تسخير القوات وإذا ما كانت مستعدة لخسارة القوات والعتيد والعتاد في هذه الخطة التي ليست ذكية يمكنها أن تغامر في تايوان ويمكنها أيضا أن تستحوذ على تايوان من دون أي بندقية ولكن بالعصي حتى ربما نشهد على لعبة بيسبول أشبه بلعبة بيسبول ولكن السؤال الذي يطرح الآن هل الأشخاص في الصين سيقبلون بموت أولادهم قبل التصدي لهذا الغزو وفي الواقع بالاعتراض لهذه السياسات الحكومية أشكرك سيد بيتر هامفريا ديفلوماسي الأمريكي السابق والخبير في شؤون الأسيوية حدثنا مواشنطن شكرا لك على هذه الشروحات اشتركوا في القناة